في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة بعنوان بيوت الله للصلاة فقد استعرض البرنامج نشطات مكتب فضائية نورسات وما قدمه من تعريف لتاريخ إقامة بيوت العبادة منذ عهد الملك سليمان إلى علية صهيون كما استشهد البرنامج بحادثة طرد يسوع للباعة في الهيكل فإلى هناك أبونا نحكي عن موضوع بيوت الله خاصة هلا في هذا الزمن المقدس الكل بتوجه على الكنايس وزي ما حكينا مزينين ومبسوطين على اللبس والجمال وإلى آخرين لكن مؤخرا شعرنا أنه في زي ما تقول استهتار من بعض الأشخاص أنا متأسفة على هذا التعبير لكن فعلا في استهتار من بعض الأشخاص لدينا دخولهم للكنيسة وخاصة في المناسبات الرسمية أو في المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس ولمناسبات الاحتفالية أنه عدم الاحتشام في اللباس عدم احترام المكان بيستعملوا الهاتف وهنا بالكنيسة الكلام اللي مع بعض وفتح القصص بالكنيسة مع أنه بيت الله وهو تجمع لشعب المؤمن لكن أيضا ما بدنا نغيب حرمة المكان زي ما بحكوا رهبة المكان لأنه إحنا لما منيجي على الكنيسة منيجي عشان نصلي لكن أمور الأخرى بنترك خارج الكنيسة فأبونا كيف ترى الآن نظرة الناس لبيت الله؟ يسوع المسيح لما إجا وزار الهيكل وشاف الممارسات اللي اللي بيتم فيه بسميه أنا الغضب المقدس هالغضب يسوع؟ مشان نحكي أنه نعم غضبة يسوع لكن في نوعين من الغضب في الغضب المقدس اللي ما بغضب عشان نفسي أنا لكن علشان غيرت بيتك أكلتني يا رب بتطلع لما نشوف الواحد ممارسات اللي تفضلتي بالمناسبات بالأفراح بالهيك بنشوف ممارسات غلط فبيضلوا ساكتة وما بقدر يضلوا ساكت لازم يتدخل ولكن بطريقة الغضب المقدس ليس بالصوت العالي ومش باستخدامنا سمح الله الإيدين لكن في إيصال خطورة الموقف اللي قام فيه الشخص نوضح له فيفهمه فهو من نفسه بخجل على حاله من هذا الموقف نعطي تقوية الكنيسة حقها والتقدم والتطور وكل هاللي بيشوفه القدسية وجوهر وروح الصلاة لا يتبدل ولا يتقدم بكل التكنولوجيا اللي احنا عم بهاي عوامل مساعدة فقط إنها نقدر نوصل لناس أكثر صوت ربنا والكنيسة اليوم بيشوف الكرة الأرضية كلياتها بتسمع قدس للنورسات من عمان بيشوف الكرة الأرضية كلياتها المجتمعة تصلي هذا شيء جميل هاي روح العنصرة هاي روح المسكنية هاي روح وحدتنا مع الله بدنا نحافظ على هاي الأجواء وخصوصا الشباب الصغار واللي بحبوا يخدموا بالهيكل يعني ما بصير تجي لي بالشورت ولا بالمايوه جاي اللي بدك على الكنيوه تخدم جواه أبونا شو بالدنيا عادة مفوت ماشي هالمره فوت بس المره جايدة تنتبه حبيبي على القداس خلينا لابسين لبس هيك يعني مختلف شوي لبس رسمي إذا عندك مقابلة مع وزير شو هو الوزير بالنسبة لي يسوع مقابلة مع وزير الواحد بالبس رسمي وبتحشم لما بد يروح الكنيسة بدنا ننتبه إنه نكون فيها بهذه الروح التقوى هذه التقوى اللي بتحافظ على قدسية المكان والروحانيته هناك في يعني معايير لازم نلتزم فيها نحترمها يعني لما الكاهن يقول إنه بتيجوا على بيته أبي بيت الصلاة اللي هو الكنيسة بتيجوا بلباس محتشم نحترم أول إشي رهبة المكان يسوع موجود فيه يسوع بده يشوفك بأحلى لبسة وبأحلى هيئة تكون محتشمة يعني بالعهد القديم آدم وحوة لما أخطأت حواء وشافت حالة عريانة راح تتغطي حالها يعني بأي إشي الستر أمام وجهة يعني رهبة ربنا ما بقدر أكون فيها عريان لابس مزلط وخاصة اللي منشوفه بالمشاهد الأعراس يعني جدا يعني صار كتير والكاهن مش قادر يحكي أحيانا لأنه ما بدو يزعل العائلات ما بدو يزعل الصبايا وما بدو يكسر بخاطرهم وما بدو يجرحهم كانوا خوارنا كبار بالعمر لما يحكوا للبنة ما بتقدميش للمناولة من دون ما تتستري أنا بتذكر حادثة في بعض الكنايس وأنا ما بلوني من الكاهن لما عروس رفض الكاهن الكنيسة اللي بدو يقوم باحتفال العرس رفض إنه يكلل إلا للستة تلبس عليها إشي العروس تتستر لأنه كان الفسطان كتير يعني كان أوفر فحكا لي الأبونا ما قدرت فحكا له قال له منين بأجيبها إلا إشار بوز جاكيت كان دنيا صيف قال له ما إلي دخل لبسها جاكيتك ففعلا شال الأب جاكيته ولبسه للعروس على كتافها عشان تدخل لكنيسة ويخلصوا الصلاة طبعا صار في زعل كتير بهذا الموضوع من العائلات من الأبونا لكن أبونا إذا بدو يتنازل فصفه ما فيش التزام ما في احترام يعني اللباس بيعكس ما في داخل الإنسان من إيمان طبعا خاصة في حضور الله في بيته في كنيسته فموضوع الحشمة برجع لقلبك ولا إيمانك وموضوع الحشمة برجع لقلبك ولا إيمانك في حضور الله بحياتك وحضور الله في الكنيسة اشتركوا في القناة